تم توقيع اتفاقية لتعزيز الابداع الرغمي بين الوكالة الوطنية للتنمية التكنولوجيا والمعلومات والاتصال والمركز الوطني للبحث والتنمية صعوبة في التنقل خلال موسم الأمطار فيها انجمينا بسبب ألمي الخريف والمراقبة تلعب دور كبير في الألمي وتعطيل حركة المرور ونتابع سواء الأخبار العالمية والأساسية والمقدمة من تلفزيون شات انفو النشرة المسائية السلام عليكم ومرحبا بكم في تلفزيون شات انفو الوكالة هنت التنمية للتكنولوجيا والمعلومات والاتصال والمركز الوطني والبحث من أجل التنمية كان وقع في اتفاقية اليوم الثلاثة 27 أغسطس وده من أجل ترقية إبداع الرقم في البلاد المناسبة هنت التوقيع دي بقت في مباني هنالمركز محمد بدر الدين محمد والتقرير اللامناسبة دي جمعت بين الفاعلين الرقميين الرئيسيين بمشاركة هنالوزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ووزير التعليم الآلي وده يوضح في التزام هنالمؤسستين بالتعاون لتطوير هنالخطاء التكنولوجيا وفقا للمدير الأم للمركز الوطني للأبحاث من أجل التنمية التعاون ده الهدف منه ليأزز المهارات وتسجيع الابتكار وتبادل هنالخبرات والأفكار في المجال الرقمي لأشان يطوروا باستمرار أشانده المدير الأم للمركز الوطني للبهس البروفيسر محمود يوسف خيار قال من خلال المشروع هنالرقمنة التكنولوجيا الرقمية للإدارة الأمة الوزير هنالاتصالات والاقتصاد الرقمي كان خطى وكالهن تنمية التكنولوجيا الرقمية للمعلومات والاتصالات أما من جانبه المدير الأم للوكالهن تكنولوجيا المعلومات قال الاتفاقية دي تسمع عليهم باكتشاف هنالطرق جديدة للبهس والتطوير مع ضمان هنالا استفادة من أمل بشكل مباشر ونذكر التعاون بين المؤسسات الاثنين دول أيضا جزء من السياق الآلمي والتكنولوجيا الرقمية تقوم بدور مهم جدا في جميع المجالات هنالهيالي الجماعية والاقتصادية والرقمية أعلنت وزارة استصلاح العراضي والتمدن والسكن بتاريخ مرسوم رقم 005 عن تشكيل لجنة دراسة لإنشاء مدينة جديدة والإعلان عن المشروع ده جاب ردود أفعال كثيرة بين التشادين بسبب أهميتها واللجنة كانت تدور توصف بعض الأشياء الغامضة حول المشروع ده جعفر عمر أبو بكر والتقرير فكرة تأسيس المدينة جديدة عن جمعين اتنين قدوموا في طاولة من يوم الآلة ندفوق اللجنة هنت التفكير من أجل تأسيس المدينة جديدة وده بيقى حديث الساعة كل الناس بيشوفوا المشروع ده من المستهيل تنفيذه قدام الانتقادات الموجهة لللجنة وانينا هسهاليان ده غن نسو تفكير بس غن نسو تفكير لك لما نكونو هل جديدة ما نخيروها لانجمينة انجمينة تغطي العاصمة تغطي انجمينة لكن الهل الجديدة ده مش التتابي لانجمينة ما تكون بعيدة زيادة يعني يكون الاخان بين الهل الجديدة ما انجمينة المشروع ده الهدف منا ليخفف الزحمة ويوسو العاصمة انجمينة ومكافحة السيول هنالأمتار القادة في العاصمة انجمينة حاليا ما يتم انجمينة تغطي lastsه لا بالعاصمة انجمينة تغطي إنجمينة يمكن أن تغطي kelونات ا Bengال حاليا يمكن ان�ائي 유 сказать ونشير بكونوا أدت هنالسكان العاصمة نجمينة بيقى أكتر من مليونين نسمة من السكان مع المدير العام للشرطة الوطنية قام النائب الثاني للرئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الفيضانات وإدارتها محمد السليك حالاتا بعملية تفقدية للسد أو الديك القاعد في الدائرة التاسعة أو نيفي مرندسما في هنجمينة وعبر عن رئيس اللجنة عن أسفة لحوادث التخريب البقت وأكد السد أو الديك قاعد يحمي السكان حتى ذلك الوقت عبد العزيز محمد بكر والتقرير وقت ما بيجيب اسم حنصد وليا القاعد في الدائرة التاسعة حنع عاصمة أنجمينة كثير من الناس يفكروا بالمخاطر الحائلة الحماية أن السكان لحظية الدائرة ضد الفيضانات وبناهية أخرى يطالب البنى عن السد العديل عشان دا السكان قاعدين بشكو كاتير ونذكركم الوزارة ذاته لسما يستلامته للديك دا عشان دا المواطنين خلي يزبروا ونشر بكونه بعد الشكاوي التي تتألغ بالتعاطيلة نصد الصدانة نتيويات بالوسق ونقص المائدات انتلا خدمة الشكوات دي كلها كقدموها لللجنة الوطنية للوخاية وإدارة الفيضانات وللشركة انتلابونا عشان بشيلوا مسؤوليتهم شي ما ينعقل لأن في لب العاصمة والمركبات قاعدة بتنشاف في لب الحارات وده بسبب الفيضانات هنا ألم الخريف خاصة في الدائرة السابعة أو ستة أرندسما المركبات بقيت فرصة للدخل هنا القروش للكثير من الشباب عبد الرحمن عثمان يحيى والتقرير كلها كفترة ثلاثة شهور بس لكن بعض من المواطنين قاعدين بصعب الأمور ويمنع أي واحد ما يمرق تحت دردرهم أسباب دا بخطوا هاجس أم بين الدردر والشارع بدسوا بيني هنا وتاير أو برسسوا درينجيل أو طابل قديم ده كلك عشان زول ما يعدي قريب لبيوتهم واحدين بظنوا المشي بالرجل أو بدراجة أو سيارة بخلي البيت يقع أجلا بس لكن الشيء الآخر كمان بعض الناس بقتوا الشارع للأرابات بحفرين النقار وخطينها للدال مرغو بس دارون ما نادو فوغا دا ما عديل صحيح كل واحد ما بدور الله ضرر لبيته ولكن الناس اللهمارين كمان عندهم حق هنا المرور بأي شارع على حسب بلا ما هناكاري 21 في حارة أطرونة محمد طاهر نذكر بكون الله الظاهرة دي بقد منتشرة في العاصمة الجمينة وبالأخص الحارات اللا قاعدة في أطراف العاصمة مثل الدائرة السابعة والتامنة نموذج جدام الحالة دي نناشد كل أفراد المجتمع أصحاب النية السمحة خليه يتكاتفه مع بعض ونعيشه بأمني وسلام وفيما يخص الأخبار العالمية والمهمة والأساسية المقدمة من تلفزيون جهدينفو مع الزميل جعفر عمر أبو بكر في كاكب بندرو تقريبا 30 ألف من السكان قبلوا للسلام بعد سنوات طويلة من الأزمة حن الأمين وده من سنة 2013 ل2016 المدينة دي كان انقسمت لباكانتين المسلمين من طرف والمسيحين كذلك من طرف آخر وده البفصل بيناتهم النهر حنانانا ولكن بعد مغادرة عن السوار الكان تردتم القوات نسانترافريق وهلفاء الحالة كمان استقرد وبقى تعاوي السلمي عن بين الطرفين في حالات من الزيادة والتقدم في إفريقيا المركزية وبعد من البلدان قادم بشوف المرض الخطير ده ما بعيد منهم من أجل تجهيزات الخدمات هن تصيحة المعهد هنالباستير هنالدكار نظم أزبو هنالورش خصوصا في مرض الجدري هنالقروض المتخصصين والباحثين من 15 دولة آداء في منظمة السيديةو بالإضافة لرواندا وموريتانيا قادم بناقش مسألة عن خطورة المرض في دكار الدكتور عبد الرحمن سو المدير الأم لصيحة العامة لما هنالباستير في دكار قال كل مرة في تهديدات هنالمرض وانينا كمان نحاولو نلومو كل الأمال في مجال هنالصيحة في دكار لتدريبهم ولكن في كمالة هنالتدريب نزويتهم بأدوات هنالخدمات لدامان كل البلدان الاندها القدر لتشخيص المرض وإلاجه ومحاربته في مالي الجيش آلا بكونوا دمروا بعض قائدة هنالرحبين في تنزواتين المنطقة القادة في الحدود بين مالي والجزائر لقد قصر أي بومبردما بتائرات بدون طيار هنالدرون يوم الأحد فجر والمتمردين هنالسي اس بي بقولوا ومعلومات مدنية محلية بكونوا دريبين دا كتولوا فوقا حوالي تسع من الأطفال في الختام نشكر فريق عمل تلفزيون تشادي انفو على جهودهم المستمرة بتمنى لكم جميعا السلامة والصحة والعافية في رعاية الله موسيقى